بسم الله الرحمن الرحيم هذا الأذى عن الطريق صدق الشهادتان هما الركن الأول من أركان الإسلام يؤدي المسلم أربع صلوات في اليوم إذن هنا بعد قراءة الجملة رقم واحد أو التلميذ طبعا المعلم هنا يقرأ الجملة رقم واحد التلميذ يستمع يضع صحيح أو خطأ هنا فقط مطلوب من التلميذ التمييز بين كلمة صحيح وخطأ معنى صحيح معنى خطأ إذن لدينا الطفل السادق لا يحبه الله خطأ إبعاد الأذى عن الطريق صدق نعم صحيح الشهادتان هما الركن الأول من أركان الإسلام صحيح هنا علي يجب على التلميذ حفظ بما يخص العبارة رقم ثلاثة يؤدي المسلم أربع صلوات في اليوم صحيح أو خطأ خطأ أيضا إذن لدينا التمرين الثاني رتب الصلوات التالية حسب الأرقام إذن لدينا الصبح المغرب الظهر العشاء العصر إذن أول صلاة نؤديها في اليوم ما هي الصبح إذن أضع رقم واحد لدينا ثم ماذا الظهر صلاة الظهر ثم العصر المغرب العشاء إذن لدينا رقم واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة إذن هذا فيما يخص التمرين الثاني لدينا التمرين الثالث ضع علامة صح أمام الجواب الصحيح من آداب الأكل أأكل بيميني أأكل من صحن غيري أقول بسم الله أقول الحمد لله في نهاية الأكل إذن من آداب الأكل ماذا لدينا أأكل بيميني صحيح أأكل من صحن غيري خطأ أقول بسم الله هذا أيضا جواب صحيح أقول الحمد لله في نهاية الأكل إذن صحيح يعني أضع علامة صح في المربع الأول المربع الثاني المربع الثالث إذن التمرين الثالث التمرين الرابع ضع الكلمات في الفراغ المناسب إذن لدينا هنا الكلمة رقم واحد الكلمة رقم اثنان ثلاثة أربعة ولدينا صورة الكوثر نلاحظ هنا لدينا بعض الكلمات ناقصة يعني غير مكتوبة مطلوب مني ضع الكلمات في الفراغ المناسب يعني ضع الكلمة المناسبة في المكان المناسب هنا من الأحسن خلي تلميذ يقوم بقراءة الكلمات ثم يعيد مرة أقرأ قراءة صورة الكوثر ثم بعد ذلك يميز الكلمة المناسبة في المكان المناسب ويقوم بكتابتها إذن هذا كان اختبار الفصل الثاني في مادة التربية الإسلامية إلى هنا أنتهي دمتم سالمين وفي رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا